الملك محمد السديس حفظه الله يدعو الى اجتماع طارق بعد تدهور الاوضاع بغزة كذلك في سابقة حقيقية ايمانويل مكرون كيتفضح امام العالم من بعد ما هذا ايمانويل مكرون كان يقدم دروس للمملكة المغربية الشريفة ولكن هاد المرة تحقيق كيكشف تورط دياله وتورط ايمانويل مكرون بتزويد عدد من الدول ببرامج تجسسية فاسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لبناء من قناتكم عالم اسكا رجاء منكم كالعادة قبل ما ندخلوصوا بالموضوع انكم تدعموها القناة بلي لايك ديركم بالبرتاج كذلك بالاشتراك وما تنسوش كتابة التعليق يعني غير وريضة ولا قليب ولا الرأي المغربية او استمره او واصلي فهد الكلمة البسيطة الايجابية ممكن انها تدعم لنا المحتوى فعلى بركة الله نبدأوصول بالموضوع فلأول مرة اسرائيل كتعلن كتقول بلي رح في حالة حرب عدة دول في العالم منقسمة كان اللي ماشي مع المعسكر الشرقي وكان اللي غادي مع المعسكر الغربي يعني المعسكر الشرقي ضد المعسكر الغربي الصين وروسيا هما كذلك ينددوا بقاتل الابرياء ولكن عندهم شروط كيقولوا بغين فلسطين دولة مستقلة او انشاء دولة فلسطين اما المعسكر الغربي سلام عليكم رحمة الله تعالى سلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته المعسكر الغربي يدعم للمشهر الاسرائيلي كي تدخل طول العرض في فلسطين فصائل الكتائب القسام اللي دخلت هاد الحرب وثمتها بطفان الاقصى فهذا الطفان فاجئ اسرائيل يعني واحد الحرب بحرا وجوا وبرا وهذا الشيخ لا اسرائيل تطلب الدعم من الولايات المتحدة الامريكية فالمنتظم الدولي تقسم الى قسمين الشرقي والغربي فالشرقي كي طالب بايقاف استهداف المدنيين يعني منطرفين وكي طلب باستقلال دولة فلسطين واللي العاصمة ديالها القدس الشرقية اما الغرب فحندو رأيه اخر يعني بحال غير ايمانويل ماكرون اللي خرجوا قال اللي راه هاد الهاجمات اللي داروا الفلسطينيين ارهابية وخاص دعم كبير لاسرائيل وكيقول بلير هاد شي موقع من 1973 دون الاشارة اللي ما كانت تتعرض له فلسطين يعني في هاد السنوات الاخيرة الكل كيفكر في دعم اسرائيل اليوم والامور لا تبشر بخير لهذا اخواني اخوتي صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله يدعو الى اجتماع طارئ فدعا العاهل المغربي محمد السادس نصره الله الى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تظهر الاوضاع في قطاع غزة واندلاع اعمال عسكرية تستهدف المدنيين وكذا البحث عن سبل ايقاف هذا التصعيد الخطير فجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمة بالخارج اكد انه بتعليمات من الملك محمد السادس حافظه الله دعت المملكة المغربية رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الى عقد اجتماع طارئ لمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق واوضحت ان مشاورة مكتفة تجرى لعقد اجتماع خلال هذا الاسبوع بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة فكانت المملكة المغربية الشريفة اعربت عن قلقها العميق جراء تدهور الاوضاع واندلع الاعمال العسكرية في قطع غزة وادانة استهداف المدنيين من اي جهة كانت ودعت المملكة المغربية الشريفة التي طالما حذرت من تداعية الانسداد السياسي على السلام في المنطقة ومن مخاطر ازدياد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك الوقف الفوري لجميع اعمال العنف والعودة الى التهديئة وتفادي كل اشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة فاكدت المملكة المغربية الشريفة والذي كيروسها صاحب الجلالة محمد استاذ حفظه الله لجنة القدس ان نهج الحوار بالمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول الى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية على اساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل دولتين المتوافق عليه الدوليين فصراحة اخواني اخواتي ان المملكة المغربية الشريفة عندها برنامج دي السلام بالنسبة الفلسطينيين هذا البرنامج اللي كان مهم جدا واللي كيدعمه كل جهات سواء المعسكر الشرقي او المعسكر الغربي كان المغرب في الوسط وكي طلب اقامة دولة فلسطينية ان هاد التدخل العسكري فتح كل الابواب لي خوض حرب غير مسبوقة ضد فلسطين او ضد الفلسطينيين فهنا السؤال المطروح واش هادشي اللي درت هاد الفصائل واش لي صالح الشعب الفلسطيني او ضد الشعب الفلسطيني واللي كيعيش اوضاع كاريتية المملكة المغربية الشريفة خدمات ومازالك تخدم باش تفك الحصال واللي كان هادي سنين فالمملكة المغربية الشريفة قدمت عروض مهمة وفعلا تفك الحصار على المعبر ديال الاردن لكن للأسف الامور اليوم تظهرت اما الان الاخوان سنتقلوا للفضيحة واللي بطلها ايمانويل ماكرون تحقيق دارتو منظمة العدل الدولية مع ميديا بارتو الفرنسية وكذلك حتى المختبر الامن الرقمي تحت اسم ملفات برياتور هاد بتحقيق كيتكلم على برامج ديال التجسس فرنسية الصنع واللي كتبعهم شركة فرنسية نيكسا وعندها كذلك علاقة او شركة مع شركة اخرى احتهية فرنسية واللي اسميتها احتهية انتليكسا ولقوا انهم كيبيعوا برامج تجسسية لبعض الدول واللي وصفهم التحقيق على انهم دول ديكتاتورية هاد البرامج الهدف ديالها هو التجسس على الهواتف ديال المواطنين بشكل عام الخاطر في الامر اخواني اخواتي انها التحقيق كشف ان الشركات الفرنسية مقربة بزات من ايمانويل ماكرو بشكل شخصي والاكتر من ذلك كتقول تحقيقات انها كشفات باللي جزء من المبيعات كتم الموافقة من مخابرات الفرنسية يعني ما كيتباعوا هاد البرامج حتى كتوافق عليهم المخابرات الفرنسية بعلم بشكل شخصي بالرئيس ايمانويل ماكرو يعني حتى المخابرات الفرنسية كتخبر ايمانويل ماكرو عاد كتعطيهم الاوكي ففضيحة كبيرة ديال ايمانويل ماكرو واللي كان كيتهم المغرب وكان كيتباكى على ان المغرب جسس علي وان المغرب دار وان المغرب دار واصلا هما اكبر جواسيس اصلا هما تجار كيبيعوا ويشريوا في برامج تزدوش الاعلام الفرنسي كان كيلعب دور البطولة وكان كيروج الى ان فرنسا كترفض هاد الامور يعني كترفض هاد الاساليب فرنسا كيقولوا يعني الاعلام الفرنسي مع الحريات وبلا بلا بلا حتى طلعوا هما براسهم كيبيعوا برامج للتجسس لأين كان المهم يتمشوا مع مصالح فرنسا فكان رد الدولة الفرنسية على ان فرنسا ما عندهاش علاقة بهاد الشركات ولكن حتى شي واحد ما تيقهم لان اخواني اخواتي التحقيقات فيها معلومات كتقول باللي هما ما كيبيعوا هاد البرامج يعني هاد الشركة الفرنسية ما كيبيعوا هاد البرامج حتى كتوافقهم الدولة يعني كيدوزوا من المخابرات الفرنسية المخابرات الفرنسية كتشاور مع ايمانويل مكخو حتى كيعطيهم الاوكي يعني القيام الفرنسية مشات في الهواء فين هاد الاعلام الفرنسي واللي كان كيهاجم المغرب فين الاعلام الفرنسي واللي كان كيروج ان فرنسا بلد الحريات وان فرنسا وان فرنسا وكيهاجموا المغرب بدون دليل فضيحة صراحة مدوية فضيحة كبيرة ولكن راحنا شرفة واللي عدنا يتعدى اخواني اخواتي نكتفي بهاد القدر تحية لكم كبيرة شكرا الحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر